أهلا بكم مشاهدين في هذا الموعد الإخباري بديت يستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد دبوني الاثنين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين مشعل جزادة هذا وقد أدى السفير الإيراني زيارة وضع لرئيس دبون بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر وقد حضر لقام مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف شرفني السيد الرئيس بهذا اللقاء نقلت لسيد الرئيس تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم ريسي تترقنا لتطوير مجالات التعاون بين إيران والجزائر أعربت لسيد الرئيس عن تشكراتي وامتناني للترحاب والتسهيلات التي لقيتها هنا بالجزائر خلال فترة تواجدي من قبل الشعب الجزائري ومن طرف المسؤولين تواجدي بالجزائر لمدة ثلاث سنوات ونصف بصفتي كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد شرفا كبيرا بالنسبة لي سأشتاق للجزائر وسأحتفظ بذكريات جميلة لهذا البلد الجميل نددت المديرية والعامة للاتصال برئاسة الجمهورية بما بادر عن مسؤولي جميعات باتنا وحد الذين هوا بممادرة شخصية ومعزولة منهم قاموا بتكريم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بواسطة لوحة تعيد إلى أذهان الجزائرين حقبة مشهنة بيان عن المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تبرأت فيه من هذا التصرف السيء الذي لا يموت بسلة لطريقة تفكير رئيس الجمهورية ولا بالتقاليد التي يعمل على ترسيحها منذ توليه رئاسة الجمهورية في إطار جزائر جديدة مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية ذكرت بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون طالب في خطاب التنصيب بصحب لقب الفخمة واستبداله بوصف السيد وبالتالي سقوط كل تصرفات وسلوكات التملق حطت ظهر اليوم طائرة القادمة من جمهورية السورية الشاقرة التي تقل فريق البحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية الجزائري وفريق الهلال الأحمر الجزائري بعد الانتهاء من عملية الإنقاذ والإغاثة بحلب وكان في استقبال فريق الإغاثة الجزائري بمطارب فريق العسكرية كل من وزير الداخلية والجماعة المحلية واتهي العمراني بره برادا المدير العام للحماية المدني العقد بوعلان بغرافة ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حمداويا وفي تصريح له عاقب السقبال أبطار الجزائرة أشهد وزير الداخلية وجماعة المحلية والتهي العمراني بره برادا بالعمل الجبار لفريق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائرية. التغطية لشمس الدين السهلي. كنتم الأولين المقل الوحيدين ربما في سوريا. وقمتم بعمل جد وجبار كما عيدنا هذا عند كل جزائريين. وأساسا عند ضباط أعوان حماية المدنية. فالكل يعترف بكم محليا. لنهنا فرقم فخر للجزائر. رقم مرة أو سنة أخرى. فخلتوا الراية للجزائر يعترف بها ويحسب لها الحساب. عاد فريق الإغاثة الجزائرية الأحد. المكون من أعوان الحماية المدنية وفرق الهلال الأحمر الجزائر إلى أرض الوطن. بعد تقديم المساعدات إلى الشعب السوري المتضرر من الزلزال المدمرة الذي ضرب المنطقة. التقرير لشمس الدين السهلي. بعد ست أيام من العمل والبحث والإغاثة بدولة سوريا. جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. عاد فريق الحماية المدنية المكون من 86 عونا. والفريق الهلال الأحمر الجزائري المكون من 26 فردا إلى أرض الوطن. أن أكملنا مهمتنا على أكمل وجه. وعاد لكل فريق السالمين إلى أرض الوطن. أعرانا متواجدين بمطار بوفاريك العسكري. بالنسبة للعملية كانت دون توقف منذ أن وطأت أقدامنا دولة سوريا أو منذ أن غادرنا مطار بوفاريك إلى غاية هذه اللحظات. وصلنا إلى سوريا وقمنا بما استطعنا قيام به. والحمد لله انتشلنا ضحيتين على قيد الحياة. وكذلك 30 جثة. ضحمهم الله. وإن شاء الله تكون هذه آخر الأحزاب بالنسبة لسوريا. استقبال رسمي خاص به أبطال الجزائر. وإشادة واسعة بالعمل البطلي والإحترافي للبعتة. نقدم لكم مع اثرافنا بما قدمتموه من عمل العالم كل بهر فيه العالم كل. يعني أشاد بتجنيدكم وأشاد بتدخولاتكم ذات جودة وذات فعالية. سبحانه وتعالى على عودة فرق الإقض الجزائرية المتشكلة من أعوان الحماية المدنية وكذلك مسعفين الهلال الأحمر الجزائري والمتطوعي سالمين غانمين إلى أرض الوطن. الحمد لله أن الحصيلة كانت ممتازة بالنسبة لتدخلاتهم. والأهم بالنسبة لنا أكيد أن اليوم العالم بأسره رأى مدى شجاعة المسعف الجزائري المنقض الجزائري أعوان الحماية المدنية كيف أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم في سوريا الشقيقة وكيف أنهم كانوا فعلا بفاعلية كبيرة هناك. أثبت فريق الإنقاذ الجزائري بدولة سوريا احترافيته بأعمال بطولية زرعت ولو القليل من البسمة للشعب السوري. قرر المجلس الشعبي الوطني وخلال الشماعي التنسيق برئاسة إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني لتسيدي التضامن مع متضرر زيزال توركيا والسوريا. اقتطاع جزء من رواتب نواب وعمال المجلس تضامن مع الشعب السوري والتركي. نواب البرلمان أكدوا أن العملية ستتم بتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري لتقديم مساعدات عينية لجمهوريات السوريا والتركيا. ميكروفون هاد بوطياف. عقد اجتماع بين سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء الكتل البرلمانية الستة في المجلس الشعبي الوطني وتم الاتفاق على اقتطاع مبلغ من يعني من عند كل نائب وكذلك من الزملاء والإخوة الموظفين لتكون هناك مساهمة كمبادرة من المجلس الشعبي الوطني في الوقوف مع اخواننا من الشعب التركي والشعب السوري في هذه المحنة الكبيرة التي اصيبوا بها وفي هذا الاطار اضافة الى المساعدات المادية سينتقل وفد من النواب الى تركيا والى سوريا سيما من اعضاء المجموعات الصداقة البرلمانية لكي يتابعوا يعني تسليم هذه الإعانات الى مستحقها هذه مبادرة جيدة ونحن كانوا هذا واجب لنا نتبرع اخواننا الاشيقاء في سوريا وتركيا وفي ذلك سأدو شرك سيد رئيس الجمهور للتسليع في ارسال طائرة الجزائر كانت اول دولة تسليم للمساعد اخوانا الشيقاء في سوريا بدورنا سوف نقدم هذه المساهمة وهذه الإعانة التي أعلن عليها السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني وقد بلغنا باقتطاعات من رواتبنا وكذلك بميزانية من المجلس الشعبي الوطني تقدم إلى الشعبين وتقدم كمساعدة تضامنية وكهبة تضامنية لهاتين الدولتين الشقيقتين تجاوزت حصيلة قتل الزيزال الذي ضرب جنوب التركيا والشمال السورية الاثنين الماضية الأربعين وثلاث ألف حصيلة غير نهائية هذا وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد ضحاء الزيزال ارتفع إلى وحد وثلاث ألف وستمائة وثلاث واربعين قتيلة وأكثر من ثمانين ألف جريحة وفي عموم السورية ارتفعت الحصيلة إلى أربعة ألاف خمس واربعين وسبعين قتيل وأكثر من ثمانية ألاف جريحة أكدت مجلة الشرطة في افتتاحية عددها الأخير لشهر جنفي أن نور الجزائر الجديدة قد أعمى بصيرة الأصوات النعقة وتركها تتحرك في ظلمات على نحو خصيص وتحت عنوان قطر الفتنة لن يصفر في الجزائر الجديدة جاء في الافتتاحية أن الجزائر وفي أوج توهج عهدها وبفضل رجالها الأشاوش لن تخرج للعلن إلا لتتميز ولن تخطو إلا لتتطور مضيفة الافتتاحية الغيرين على الجزائر من طينة بن بهيد عميروش وسيل حواس سيكونون بالمرصد متجندين لدحر كل متجرئ فأرينا لبلد بتاريخ عريق أكد وزير الاتصال محمد مسلماني الأحد لدى نصول الاثنين لدى نصوله ضيفا على فروم الإضاءة الوطنية أن حادثة الإجلاء غير القانوني للمدعوة أميرة بوراوية أسقطت الأقنعة وكشفت لرأي العام الجزائري وجود أشخاص يطبقون أجندات أجنبية من أجل ضرب استقرار الجزائر التي أصبحت تصعج بإنجازتها الأقنعة قد سقطت لأن اليوم توضح لرأي العام الجزائري أن هناك أشخاص يطبقون أجندات قوى أجنبية والحادث الأخير لعشنا يؤكد هذا إذ أن المدعوة لأميرة بوراوي التي تم إجلالها من طرف الفرنسيين من تونس تثبت وتؤكد أن الجزائر أصبحت تزعج بإنجازاتها وأوضح الوزير بوسليماني أن المدعوة أميرة بوراوي كانت في صفوف الأولى التي استهدفت جر شباب الجزائري للتهلكة وتخريب البلات في سنوات الفارطة أن المدعوة هذه التي تم إجلائها إلى فرنسا كانت في صفوف الأولى في صفوف الأولى لكي تجر شباب الجزائري واليوم اتضح أنها تملك حتى الجنسية الفرنسية وهذا ما يدل أن عملاء مثلها كانوا يودون خراب البلاد وشرى وزير الاتصال إلى أن صحافة الفرنسية منذ سنوات وهو تحاول عابثة ضرب مؤسسات الدولة الجزائرية خاصة مؤسسات رئاسة الجمهورية ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي وخاصة سنوات الأخيرة الصحافة الفرنسية بالذات كانت تحاول أن تضرب خاصة مؤسسات الدولة الجزائرية مؤسسات الدولة الجزائرية لا سيما مؤسسة رئاسة الجمهورية ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي ولكن التلاحم الموجود بين الجيش والشعب لشفناه خلال الحراك المبارك الشعبي ينادي جيش الشعب خاوة خاوة أكدت أن الشعب الجزائري وعي ولن يستطيع أحدا أن يزعزع استقراره وقال بوسلماني إن هذه الأطراف حاولت استغلال قضية العال للهربة بوراوي لزعزعة القرار العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس وهو ما تفطن له رئيس الجمهورية حاولوا تكسير أو وضع الشكوك في العلاقات الجزائرية التونسية ولهذا قد أمر أخيرا سيد رئيس الجمهورية أبل ماجيس تبون بتقديم كل التسهيلات وعدم إزعاج الإخوة التونسيين العابرين حدود إلى الجزائر وهذا شيء إيجابي جدا والصحفي الجزائريين الذين يمشون إلى تونس في الأهدي الأيام الأخيرة والصحافة التونسية أكدت أن زعزعة العلاقات الجزائرية التونسية أمر فاشل محاولة زعزعة العلاقات لم ولن ينجحوا فيها كشف وزير الرقمن والإحصائيات حسن شرحبي للأثنين عن الإعلان عن نتائج عملية الإحصاء العام للسكان في غضون الأيام القليلة المقبلة هذا وأكد شرحبي في كلمة على همشي جسد استماع بمجلس الأمة أن المعطيات الجديدة ستساهم في إعطاء دفع جديد للسياسات العمومية مبرزا أن هذه الأخيرة سترتكز عليها التغطية لنرهد إيغا إيغا بريوان قطعه يعتزم في إطار الإستراتيجية الوطنية لتحول رقمي ناجح إلى استحداث قانون إطار حول الرقمنة موضحا أن القانون يتضمن عدة محاول إن تتعلق بتجميع موارد للهوية الرقمية لم يسبق التطرق إليها سابقا نصبت وزارة الرقمنة والإحسائيات في وج عمل قطاعي مشترك بهدف مراجعة الإطار المنظم للرقمنة وتحذير قانون إطار حول الرقمنة حيث قام الفوج بإحصاء وتحليل عدة نصوص قانونية وتنظيمية يتضمن مشروع القانون المذكور والذي هو قيد التحذير والدراسة عدة موحاور تتعلق أساسا بتجميع الموارد الهوية الرقمية الخدمات الرقمية السيادة الرقمية والبيانات المفتوحة وما إلى ذلك من مجالات لم يتم تطرق إليها في النصوص القانونية والتنظيمية سارية المفعول أكد الوزير الشرح أن قطعه يعمل على ترقية الاقتصاد الرقمية من خلال إعداد بطاقية خاصة لتحديد المتعاملين الاقتصاديين وكل الفاعلين في الإطار الرقمي إضافة إلى تبسط الإجراءات الإدارية تعمل دائرتنا الوزارية بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في هذا المجال على ترقية الاقتصاد الرقمي من خلال إعداد بطاقية خاصة لتحديد المتعاملين الاقتصاديين وكل الهيئات العاملة في القطاع الرقمي إنجاز منصة رقمية مخصصة تربط حاملي المشاريع مع احتياجات مختلف الهيئات في مجال الرقمنة العرض والطلب كما تساهم الوزارة في مجالات أخرى لا سيما تبسيط الإجراءات الإدارية ووضع حوافز ملائمة لتطوير الاقتصاد الرقمي وزير الرقمنة والإحصائيات شدت على استعداد الدولة الجزائرية للتحول الرقمية بكل ما يحملهم من متغيرات مبرزا أن الوزارة تعتمد زيارة عدة ولاية من الوطن لترغية المواطنة الرقمية تأكيد أن عملية التحول الرقمي جارية حاليا بوتيرة معتبرة وأن الدولة الجزائرية بمؤسساتها وشعبها باتت مستعدة للاستقبال هذا التحول بكل ما يحمله من تغيرات على النمطين إداري والمعيشي تعتزم وزارة الرقمنا والإحسائيات زيارة عدة ولايات لترغية هذا المصطلح المواطنة الرقمية أكد المدير العام لسندوق الوطني للتوفير والاحتياط سامير تم رابط أن القانون النقضي والمصرفي الجديد سيساهم في توسيع مهام بنك الجزائر في مجال الأمن والمراقبة تم رابط وخلال اجتماعه الاثنين بلجأة المالية بالمجلس الشعبي الوطني لمواصلة مناقشة المشروع النقضي والمصرفي الجديد أوضح أن المراقبة ستشمل بالتحديد أنظمة الدفع التغطية لنهاد بوطياف في مجال في مجال الأمن وتوسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع الشامل لتشمل النظام المقاصة والتسوية والتسليم الأهدوات المالية هذا كل انفتاح على ما سيجري في باب بعد من جهته أكد المدير العام للقرضي الشعبي الجزائر علي قدري أن القانون النقضي والمصرفي الجديد سيعمل على إرساء وتأطير المبادلات مع البنوك ومقدمي الخدمات في القانون الجديد أيضا هناك إجراءات لتدخل لتسمح لبنك الجزائر لكي يؤثر هذه المساهمات حتى لا يكون محاول على البنك لا يكون لديهم مساهمات لتسمح لهم لكي يكون لديهم تأثير كبير على البنك من جهتهم ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني تعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجل تابون بعدم عرقلة عبور المواطنين التونسيين عبر المراكز الحدودية أرغبين في الدخول أو الخروج من وإلى الجزائر ميكروفون نهاد بوضيف قرار إيجابي للإخوة والأشقاء التونسيين على المعابر الحدودية هو ينم على موقف متعود عليه الجزائر على هذا الموقف الشهم الذي يؤكد على حسن استقبال الأشقاء التونسيين في المعابر الحدودية لأنهم يعني أكيد لديهم الكثير منهم لديهم يعني علاقات عائلية وعلاقات يعني حتى تجارية يعني مع الجزائرين نتمي هذا القرار نحن مع إخوة الشيقات في تونس دائما ما عندنا مشاكل معهم وهذا شيء إيجابي يعني لا أرى فرق كبير بين الجزائرين والتونسيين نحن دائما نفس الشيء أمر إيجابي كذلك نتمي هذا القرار عرفت الطبعة الأولى من المعرض الوطني للتغليف والتعليف والتوظيم المواجهة للاستيراد مشاركة كبيرة من الشركات الصناعية المعتمدة على مادة البلاستيك في صناعة منتوجتها باختلاف تنوح أكثر تفاصيل في تقريف ريال عقيل الزيان بين أروقات معرض التعبئة والتغليف في طبعته الأولى تبرز العديد من الشركات الجزائرية للتغليف والتعبئة على غيرار شركة أيروكان المختصة في التغليف بالسعمال لمادة الحديد الهدف من هذه الشركة هو صناعة وحشد التغليف أو التعليب للحديد الميتاليك ما نسمي الهدف ميتاليك بلوفير بلون وإما بالاليومينيوم التغليف والطباعة على المنتجات هي أهم الأعمال التي تقوم بها الشركة التي عرفت إقبالا كبيرا في السوق المحلية وسط طموحات كبيرة لاقتحام الأسواق الخارجية في السوق الوطنية لا يوجد مشكل لا يوجد إقبال تقطيع البأس في السوق الوطنية ماذا بنا تكون عندنا حصة في تصدير هذا المنتوج أقل على المستوى شامل إفريقيا وعلى إفريقيا ويبقى هذا المعرض الوطني فرصة لشركة للتعريف بمنتجاتها الصناعية والاحتكاك بالمتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال كما شهد المعرض الوطني للتغليف والتعليم في يومه الثاني إقبالا كبيرا على الشركة المستعملة لمدة الحديد في صناعتها لمنتجاتها الصناعية التي عرفت نجاحا كبيرا في الأسواق الجزائرية التغريف لعقلة في الزيان ثانية صناعة الأشريطة اللاسقة علب البوليستيرين علب الكارتون والأكياس البلاستيكية للحفظ والتغليف منتجات لتغليف الصناعي والتعبئة باستعمال البلاستيك كمادة أولية تنتجها شركة أمباك المتواجدة في الأسواق منذ تسع سنوات مؤسسة رهي من سنة 2014 وهي تعمل في السوق الجزائرية تقوم بصنع الأكياس ضغطة الهواء إضافة إلى كل ما له علاقة بالتغليف مثل شارية اللاسق شارية الحزم شارية الربط منتجات متنوعة ومحلية ذات معايير دولية من صنع فريق عمل جسائري مئة بالمئة وإقبال كبير من طرف المؤسسة الكبرى عليها الفريق العملتان هو فريق جزائر مئة بالمئة بحت حمد لله جميع المؤسسات الوطنية وخاصة الكبرى الوطنية الكبرى تقوم بالشراء من منتجاتنا والحمد لله منتجات ذات معايير دولية هي مشاركة أولى للشركة في فعالية الطبعة الأولى لصالون التعبئة والتغليف والتوظيب للمواد الموجهة لتصدير بغية التعريف بمنتجاتهم وطموحات بدخول الأسواق الخارجية مستقبلا افتكت فرق جزائرية مشاركة في مسبعة كأس العالم للطبعة وفنون الطهية بدولة تونس المركز الأول في فئة الصناعة الحلويات بمشاركة 35 دولة عربية وأجنبية وجرت فعالية كأس العالم لفنون الطهية من 11 إلى 13 فبري 2022 بمدينة سوسة تونسية تم تنظيم جمعية السقور الذهبية الدولية للطهية كراني فرحينا بزيب زيب بهذا التتويج وهذا الميداي وهذا الجائزة والكأس نهديها كامل للشعب الجزائري الله يبارك راني وحدة تنين وثلاثة تحصلوا على الميدالية الدهبية وعلى الكأس ورانا فرحينا بزيب زيب بحلوية تقليدية كيك ديزاين كيك توادي كيك توادي لكل الشعب الجزائري الوالدية الراجل التاعي وكل من ساهم فيه تشجيعي نشكر المشاركين جزيلا اللي حضروا معنا ونشكر النجوم الذهبية اللي رأيتين تنين يواقف معنا ورأيت تشجع المشاركين تحنش نهايته الموغض الأخبري إلى اللقاء